فيقول الله تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا هذه لآيات بعدما ذكر الله عز وجل فيها حقه وهو أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل بعدما ذكر حقه وهو أعظم الحقوق على العباد على الإطلاق لا حق مثله ولا حق فوقه ولا حق يشبهه ذكر بعد حقه تبارك وتعالى لا ذكر حق الوالدين وهذا دليل على عظم حق الوالدين لأن الله ذكر حقهما بعد حقه تعالى وهذا في كثير من آيات القرآن كقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فيدلُّ ذلك على عظم حق الوالدين وعند البخاري ومسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله قال إيمانٌ بالله ورسوله أو قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بِرُّ الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وأنت تنظر في هذا الحديث أن بِرَّ الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى التي يتقرَّب بها العبد إليه وأن بِرَّ الوالدين قدَّمه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله ولذلك صحى الألباني رحمه الله أحاديثة كثيرة كما في صحيح الترغيب والطرغيب للمنذري رحمه الله ومنها أن رجلاً من أهل اليمن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أَمِنْ وَرَائِكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنْ قال نعم أمي قال ارجع إليها فالزم رجليها فثم الجنة فرجع الرجل إلى أمه في اليمن وجلس عندها وترك الجهاد مع رسول الله بأمِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدمٌ حتى على الجهاد الذي هو دروة سنام الإسلام برُّ الوالدين مقدمٌ عليه الحديث الثاني أيضاً في صحيح الترغيب أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أُرِيدُ أَنْ أَغْزُوَ مَعَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أحد الوالدين قال نعم كلاهما قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد الحديث الثالث أن رجلاً أيضاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الغزو والجهاد معه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه أريد الجهاد معك وقد خرجت ووالدي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما فرجع الرجل إليهما الحديث الرابع أيضاً أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذمت والديك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك بالجهاد فجاهد وإلا فبرهما ومن هنا أخذ العلماء حكما لطالما احتجنا إليه في زماننا هذا مع ظهور التنظيمات كداعش وغيرها من التنظيمات التي تدعو إلى الجهاد وهي مفسدة وهي إلى الإبساد لا إلى الجهاد أخذ العلماء حكماً من هذا وغيره وهو أنه لا يجوز جهاد الطلب إلا بإذن الوالدين وإذن حاكم بلادك التي أنت منها وأنت فيها قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا فجاهد وإلا فبرهما والحديث يدل على عظم حق الوالدين أنه من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم وقد علمنا حقهما وقارن بين هذا الذي في سنة رسول الله من تأكيد حق الوالدين وبينما تفعله هذه الجماعات التي تصف نفسها بأنها جهادية ووالله إنها من الجهاد بعيدة جداً شاب من مدينة الرقة ينتمي إلى تنظيم داعش قالت له أمه أترك هذا التنظيم ولنسافر إلى بلاد بعيدة ليس فيها حروب ولا مشاكل فقال لها أنت كافرة مرتدة لأنها اعترضت على تنظيم داعش فأبلغ الولد على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم علمينا ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد وإن بر الوالدين من أعظم الأسباب لزيادة عمرك والبركة فيه وهو كذلك من أعظم الأسباب لسعة رزقك إن أنت بريت بهما بأبيك وأمك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يزاد له في عمره ويوسع له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه هذه رواية المنذر وبر الوالدين من أعظم الأسباب للخروج من الضائقات والمشاكل والهموم والغموم والأحزان والملمات بل من جميع المصائب التي في الدنيا وفي الآخرة إذا كنت بارًّا بوالديك فمهما وقعت في مصيبة مهما كانت فإن الله سيفرِّج عنك ولابد لما جاء عند البخاري وعند المنذري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن ثلاثةً من بني إسرائيل بينما كانوا يمشون في ليلة ظلمةٍ ومطر أوهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت الصخرة من أعلاه حتى أغلقت باب الغار فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذا الذي أنتم فيه إلا أن تتوسَّلوا وتدعوا الله بصالح أعمالكم فقال الأول اللهم إنه كان لي أبواني شيخاني كبيراني وإني كنت لا أغبق عليهما أهلاً ولا ولدا وإني قد ناء بي ذات يومٍ طلب شجر فتأخرت حتى المساء فأتيت إليهما بالحلاب وهو اللبن الذي يُشرب في العشاء فأتيت إليهما بالحلاب فوجدتهما قد ناما فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أطعم عيالي وأطفالي اللبن قبل أبوي قال فوقفت عند رأسهما وهما نائمين حتى برق الفجر فقلت اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك وابتغاء رحمتك اللهم فرِّج عنا الصخرة حتى نرى السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرَّج الله عنهم الصخرة حتى حتى رأوا السماء هذه رواية المنذر في صحيح الترغيب والترهيب وإن بر الوالدين له مفهوم وعلى الوالدين أيضاً أن يفهموا ذلك فالبر لا يكون في حق ليس لهما فيه حق فلا يجوز للأب فلا يجوز للأم أن يجبرا ابنهما على الزواج مثلاً من فتاة لا يريدها فإن أبى الإبن فليس بعقوق ولا ينافي ذلك البر كما لا يجوز للأبوين أن يجبرا ابنتهما على الزواج من رجل لا تريده لما جاء بالصحيح أن امرأة من الأنصار أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من رجل لا أريده قال الراوي فأبطل رسول الله النكاح أبطل الزواج ولذلك نصر البخاري أن أي أبي أو أم زوج ابنته لمن لا تريد فالنكاح باطل مردود كذلك لا يجوز للأبي ولا للأم أن يأمر ولدهما بالحرام إما بتفويت واجب أو ارتكاب محرم ولأننا نسمع كثيرا من الآباء أو الأمهات يمنعن بناتهن من ارتداء الحجاب تقول لابنتها لا تتحجب حتى تتزوجي لأنك لو تحجبت لن تتزوجي فتصير الفتاة متبرجة فربما أو ربما تزني فلا تجد زوجا ولا تجد دينا صالحا ولا ترتدي حجابا فلا يجوز للوالدين أن يأمر أبناءهما بالحرام إما بارتكاب محرم أو تفويت واجب هذا ليس من البر ومن البر الذي لا يعلمه كثير من الأبناء بر الوالدين بعد وفاتهما وكيف يكون ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبر أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعد موته ولما صح عن عبد الله بن عمر عن أبي بردة قال لما أتيت المدينة زارني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين فقال عبد الله بن عمر يا أبا بردة أتدري لماذا أتيتك قال قلت لا قال أتيتك لأن أبيك كان هدًا أو صاحبًا لأبي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره بعد موته فليصل إخوان أبيه من بعده قال ففعلت هذا لذاك وصح عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال كنا مع ابن عمر حينما ذهب إلى مكة فوجد ابن عمر في الطريق رجلاً أعرابياً فنزل ابن عمر من حماره وأعطى الحمار للأعراب وخلع عمامته وألبسها للأعراب وقبل الأعرابي على راسه فقال ابن دينار رحمك الله يا ابن عمر إنما هؤلاء الأعراب يرضون باليسير فقال ابن عمر إن أبا هذا كان ودًا لأبي عمر وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبرَّ البرِّ صلة الولد أهل ود أبيه فلذلك فعلت هذا وبرُّ الوالدين من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب مهما كثُرت أو عظُمت ففي الترغيب والترهيب أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبًا كبيرًا فهلِّي من توبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلَّك من أم قال كلاهما قال إلزمهما فبهذا يُغفر للعبد ويُغفر للإنسان اللهم صلِّي وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وقُموا إلى الصلاة يرحمكم الله زم كان أممو موسيقى موسيقى موسيقى